بس طاقتك هون قوية كتير طاقتك نارية عم بتكون طاقتك قوية وزي ما قلنا قبل شوي بطاقتك هذا الشهر بالأوراق الطاقة دين عندي انه فيه عناية الهية فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كزا خطواتك هذا الشهر مباركة وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى عم ترجع الامور تصفى بينك وبين شخص قديم شخص ممكن يكون حتى على صعيد العمل سبب لك مشاكل سبب لك كزا فعم بيحاول هذا الشخص انه يتقرب منك عم بيحاول انه يعني يغير الطاقة اللي بناتكم ولكن انت انا شايفيتك ماخد خلاص اللي هو يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخضلان او ما عم تقدر تسامح عم بشوفك عم بتسامح بعد فترة ولكن في هذا الثوقيت اللي هو رح يجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كتير لا يعني ماسك سلاحك ويعني مش متقبل ابدا اي موضوع شايفتك بشكل عام عم تقدم على خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير متحمس لالها ممكن يكون عمل جديد على فكرة عمل جديد الو علاقة في الابداع الو علاقة في ممكن يعني هو متل عمل حر او شركة ما بين ما بينك وما بين شخص تاني ممكن يكون ولكن هاي الخطوة يعني جدا رح تكون متحمس لها ورح تكون تمر على خير يعني انا شايفة هذا المشروع او هاي الفكرة اذا تبلورت رح تكون في هذا التوقيت خاصة رح تكون جدا مباركة هاي الخطوة الشخص ممكن يكون اه هوائي اكتر اشي ممكن يكون سرطان ممكن يكون اه يعني من الابراج لا من الابراج الهوائية او سرطان من الابراج الهوائية اللي هي بنعرفها ميزان اه دلو جوزاء ممكن هدول الاشخاص تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح مشرط هدول بس الاشخاص ولكن اه ازا كانت عندك فكرة انه تفتح مشروع او تبلور فكرة او اه فانا شايفيتها ماشي على خير او انه عمل جديد هو رح يجيك كفرصة عم بشوف اخر فترة عم بشوف اه في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك او كزف عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع اه بالقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لانها قراءة عاما اكيد خاصة من القراءات العاطفية اه فهون مبين انه الوضع عن الوضع العاطفي هاي الاوراق اه مبين انه هذا الشخص اه فعلا في حب حقيقي بينك وبينه اه هذا الحب اد ما يعني اد ما عملت طرفي التاني او اد ما عملت انت فبترجعوا لبعض كل مرة بترجعوا اه لبعض لبعض فشايفة انه اه هذا الشهر او هاي الفترة كتير حلوة بالنسبة للعاطفة خاصة للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين شايفة انه اه الشمس عم تشرق اكتر على حياتهم الشخص المقابل او الطرف الاخر اه رح يرجع بروح جديدة رح ينعيش هذا الحب رح يتحركش اه فيه وغالبا ازا كنتم منفصلين فانا شايفة يعني رح يحاول انه يكافح مشانك هذا الشخص اه شايفة ممكن احتمالية كبيرة انه يكون فيه بالمستقبل ارتباط او اه شي رسمي بناتكم حتى لو كنتوا على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين فشايفة فرصة كبيرة بالمستقبل الارتباط لاني شايفة فيه اشخاص كتير متمسكين داخليا في بعض صحيح فيه مناوشات فيه قصص عم بتسير فيه ولدنة من الطرف الاخر او منك ولكن بالنهاية عم تجتمعوا عم تجتمعوا على خير وعلى هداة بال وحتى لو كنتوا متزاوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم يمبين انه فيه عندك نهاية وبداية جديدة هاي النهاية مش النهاية اللي احنا يعني بنعرفها او الموت اللي احنا بنعرفه لا هي عبارة عن نهاية لابد منها نهاية لشيء سيء في حياتك اما تكون ادمان ادكشن اما يكون طبعا الادكشن الادمان انتو بتعرفوا انه اكتر من نوع يعني مشرط انه ادمان ادمان ممكن يكون ادمان جنسي ممكن يكون ادمان حب على شخص ممكن يعني فيه له كتير معاني الادمان فشايفيته عم ينتهي وعلى فكرة هاد الكرت ممكن يكون نهاية لعلاقة ثالثة لانه انا بشوف هون فيه طرف ثالث عم بيوقف يعني تجاه هاي النهاية ما بدوا هذا الموت لعلاقتهم مع بعض ولكن النهاية لابد منها والبداية عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك يعني عرض عم بيقدم لك اعتزار عم بيقدم خلينا نقول صفاء نية فكتير معقول هذا الشهر يكون رجوع للمطلقين او للمنفصلين وشايفي فيه تطور حتى للمرتبطين ايضا انه تطور العلاقة اكتر شايفي فيه حميمية اكتر بين المرتبطين اللي على علاقة اللي مش منفصلين شايفي زيادة في انه تدخلوا في بعض اكتر شايفي فيه امان اكتر عم بتحس كل واحد عم بيحس ناحية الثاني بامان وعم يلجأ له بالمشاكل عم يلجأ له بكتير امور عم بتبين عندي الطاقات اكتريتها طبعا في عنا قوس في عنا اسد في عنا سرطان ام وكتاقات الهوائية والنارية والمائية طاغية بشكل فضيع بالنسبة للعمل بشوف انه طاقتك هاي الشهر كلها راح تكون رسم حدود عم ترسم حدود او بخلينا نقول يعني حد لكل شخص كان يتمادى في السابق كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كتير كنت خلص تهمش يعني اللي بيعملك شي او كزا تهمشو لا هاي المرة عم بشوفك كتير عم بتوقف اه وقفت يعني اسد خلينا نقول وقفت اه خلص انه هذا حقي وانا بدي اياه وكزا وعم بشوف كمان رجوع اه حق ازا كان اه في العمل او في العاطفة في حق رح يرجع لك اه في كارما رح تسير في الموضوع فشايف تقدم كبير هذا الشهر اه على جميع الاصئدين ان شاء الله لبرج الحمل اه بس انه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل هذا الشخص جديد ممكن يعرض عليه عمل او يعرض عليه علاقة عاطفية اه بس انه يحترس من هذا الموضوع اه هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائية ممكن يكون طبعا ايا من الابراج الهوائية اه وممكن غير هيك يعني مو شر اه ولكن هذا الشخص فيه من وراه مش يعني شر فيه من وراه يعني قوف وكزا فكنت اذا كنت داخل في علاقة جديدة كتير جديدة بدك تكون حذر من هذا الشخص او اذا فيه شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفترة كون حذر منه ما عم بقولك لا تعطي فرصة عادي جدا ولكن اه بدك تكون محترس وما تعطي الامان او الاسرار اه بشكل كبير من اولها لما تتأكد من هذا الشخص مية بالمية اعمل هاي الخطوة لانه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفترة عم تاخد خرارات عم تمشي بسرعة مليت من الجمود مليت من الكسل فعم تاخد خطوات عم تاخد خطوات بجرأة بنارية فلا هد شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها هذا اكتر اشي بيان اذا كان فيه شايف البعض في عندهم خلينا نقول طفشان يعني من كل شي حابين يسافروا فيه فرصة السفر فعلا حقيقية وحلوة خاصة خلينا نقول على الصعيد العملي اللي بدي يسافر على عمل وشايفي فيه ناس عم يسافر كسياحة مع الحبيب يمكن فشايفي فيه السفر في الموضوع هذا اكتر اشي حبايبي خلينا نشوف من ورق تاني اذا فيه اي تفصيلات اخرى او مواضيع شايفيتك برج الحمل عم تزيد رحانياتك كتير عم تصلي كتير لموضوع وهذا الموضوع رح يصير بهاي الفترة هاي الامنية رح يتحقق في هاي الفترة فيه شخص كان متسلط في حياتك قريب كتير جدا منك هذا الشخص اما رح ينتهي تسلطه رح يتغير هذا الشخص فيه هذا الشخص على فكرة قريب كتير ممكن يكون على الصعيد العاطفي لانه هذا الورق انا فتحته للعاطفة فهو شخص شوي كان متسلط في السابق ولكن عم بشوفه بتغير هاي الفترة عم بيصير حنون اكتر عم بيغير شوي من افكاره بتنازل شايفيتك بالبداية رح تكون يعني حامل حمولك وخلص تعبت ورحت خاصة انه فيه احتمالية كبيرة انه يكون فيه طرف ثالث في الموضوع شايفه نهاية تقريبا لا اه جبنا قبل شوي نهاية لطرف ثالث وفعلا فيه طرف ثالث يا جماع اه طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون اه خيانة ممكن يكون عمل ممكن يكون كذا فاذا كان عمل مثلا فهو رح يبلش يعمل توازن انه يعطيك اه زي ما بيعطي العمل اه للمتزوجين مثلا اه لاي علاقة عاطفية كانت مرتبطين او منفصيلين بشوف فيه اه انهاء اه لا يعني الطرف الثالث العائق في الموضوع رح يكون فيه نهاية لاله عم بشوف زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم بيأكد على بعضه عم بشوف اه كل واحد بشعر بالامان ناحية التاني اه شايفه فيه كيف بدي اه اوصلها اليكم اه شايفه حتى لو ما كان فيه اه علاقة رسمية او زواج رسمي شايفيتكم اما مش انه بتعيش بنفس البيت ولكن رح تتعاملوا مع بعض كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض اه اه او انها بداية لمؤسسة مؤسسة زواج يعني بناتكم وشايفه انه الطرف الثاني مخبيلك مفاجأة او طبعا هاي القراءة عاطفية فممكن تكون عكسية شايفيتم مخبيلك مفاجأة مخبيلك اه موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع اه بحذر او انه اه مش متفاجئ من هذا الموضوع مش كتير فرحان بالرجوع اه وكأنك يعني مشكك بالطرف بالشريك يمكن من كتور ما عمل اه شغلات او ههكه امور اه شايفه مراقبة كبيرة من الطرف الآخر من الشريك يعني عم براقب بطريقة ولكن اه معم بيكون واضح في هاده الموضوع يعني عم براقب لكن مش حابب على انك أنت تعرف انه هو عم براقبك طيب خلينا نشوف عقلك الباطن الفترة هاي اكتر شي لوين رايح في الفترة الجاي اهتمامك لعقل الباطن طبعك اذا في بشارة اذا في شي اه حبيبي قلتلك في شخص جديد رح يدخل حياتك فرح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي اه انك تختار ما بين شغلتين اما تختار ما بين الحبيب القديم الموجود من الاول والشخص الجديد اللي رح يدخل حياتك اللي قلتلك كون حذر شوي معه اه او انه على الصعيد العملي رح تكون بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي انت فيه او انك تترك الشغل وتمشي فرح يكون في قدامك خيارين تختار اه منهم رح يكون كتير اه صعب الاختيار ولكن انا شايفتك رح تختار الشي المناسب يعني على خير هاد هاد الموضوع ان شاء الله رح يتم اه على خير طيب في تحذيرات غير اللي قلناها خلينا نشوف وراء التحذيرات ايوه شوف حبيبي عم يكون عندك تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بت بعقلك الباطن بتفكر بالامور ب اوهام كتير في امور عم بتضخمها عم بتضخم كتير الامور تحسب حسابات كتير تستنتج تحلل تحذيرات كتير عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف عم بيأسر هذا الاشي على فكرة على صحتك فالتحذير انه لا تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من تفكيرك لانه ما بتستفيد من هالشي يعني طاقة سلبية هي اساسا وما فيه لها داعي يعني وراءك حلو فما فيه داعي للتخوفات والامور واساسا فكرت او ما فكرت نتيجة واحدة فمنطقيا لشو عم بتفكر بهاي الامور اه خلينا نشوف هيك واو اذا في نصيحة من الفيري كارز او حلو كتير هاي الفترة عم بيقولك انه راح تعيش رومانسية بزيادة هذا الفترة الجاي فرح تعيش مع الحبيب او مع اله يعني رح تكون فيه رومانسيات كتير رح يكون فيه مشاعر جياشة خلينا نقول رح ترجع على قطقم زي ما بلشت مبين انه رومانسيات كتير يعني ما توقع تيطلع لكم هادا الكرت بس شي حلو بالنسبة الاشخاص اللي ما عندهم شريك يمبين انه فيه زي فارس احلام او زي مثلا عريس او علاقة جديدة او زي فارس احلام